للمأموم مع إمامه في الصلاة أربع أحوال الحالة الأولى المتابعة ومعناها شروع المأموم في أفعال الصلاة فور شروع إمامه دون موافقة أو مسابقة أو تخلف وهذه هي السنة قال البراء بن عازب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده وعليه فإذا ركع الإمام وبقي للمأموم آية أو آيتان فإنه يقطع القراءة ويتابع الإمام لأنه مأمور بالمتابعة الحالة الثانية السبق ومعناه إتيان المأموم بأركان الصلاة قبل إمامه كأن يسجد قبله أو يرفع قبله وهو محرم باتفاق أهل العلم وقد ورد فيه الوعيد الشديد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ أما حكم الصلاة فمتى سبق المأموم إمامه بانتقال إلى ركن عالما ذاكرا فصلاته باطلة على الراجح وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة الحالة الثالثة التخلف أو التأخر وهو نوعان تخلف في الركن وتخلف بركن فالتخلف في الركن معناه أن يتأخر المأموم عن الإمام مع إدراكه له في الركن الذي انتقل إليه كأن يركع الإمام وقد بقي على المأموم آية أو آيتان فبقي قائما ليكمل القراءة ثم ركع فأدرك الإمام في الركوع فالركعة صحيحة لكن تخلفه عن الإمام مخالف للسنة ومن ذلك مشتهر عند الناس من مكث المأموم ساجد وقد رفع الإمام أما التخلف بركن فمعناه أن يتأخر المأموم عن الإمام إلى أن يسبقه الإمام بركن وينتهي منه كأن يركع الإمام ويرفع قبل أن يركع المأموم فإن كان هذا التخلف لغير عذر فصلاة المأموم باطلة وإن كان التخلف بعذر كعدم سماع المأموم تكبير الإمام مثلا فإن المأموم يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام ولا حرج عليه الحالة الرابعة الموافقة وهي مكروهة ومعناها إتيان المأموم بأركان الصلاة مع الإمام مباشرة أما تكبيرة الإحرام فلا يصح للمأموم الإتيان بها إلا بعد انتهاء إحرام الإمام فلا تصح موافقته ولا مسابقته فيها وإلا فلا تنعقد صلاة المأموم أصلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ترجمة نانسي قنقر